موسيقى على انها تجذب فعلا الانظار الى اهمية السياحة في مصر المرة دي انا جاي بمفهوم اخر وهو انه مصر على وشك الاستقرار السياسي ان شاء الله قريبا جدا وهيكون مطلوب مننا ان احنا نبدأ في التنمية الاقتصادية انا اعتقد تماما ان صناعة السياحة في مصر هي الصناعة الاولى القادرة على انها يتكون قاطرة فعلا للتنمية في فترة قادمة صناعة جاهزة موجودة مستقرة في كل المكونات الاساسية بتاعتها موجودة ولكن بس محتاجة دفعة الدفعة دي هتكون عن طريق تحقيق الاستقرار الامني والاستقرار السياسي وبالتالي انا اعتقد انه كل الدولة المصرية عليها الان ان هي تقف وراء صناعة السياحة بكل مكوناتها لان هي دي فعلا الصناعة التي تجل لك دخل تاني يوم على طول وهي صناعة موجودة فعلا وعندنا كل مقاومتها فانا ارجو من الجميع ان هو فعلا يكون تركيز الاحزاب السياسية والتجمعات كلها وتكون وراء هذه الصناعة الهامة ونحاول كل واحد بقدر امكانه ان هو يعني يدلي بدلوه في هذا الموضوع ويحاول تحفيز الاخرين ان هما يجوا يزوروا مصر في الفترة القادمة واعتقد ان احنا فعلا يعني هنكون قادرين على ان احنا نكتازى هذه الكبوة الاقتصادية اللي بتمر بها بلدنا مشاركة مشكورة مجهود رائع من حضرتك شاهد العام الماضي مشاركة مؤسسة ولاد بلدنا التي تشرف برئاسة مجلس ادارتك حضرتك السنة دي واضح من اجابة ان هون مجهود شخصي مجتمع مدني ان يقدر نقول الجديد النهاردة اللي محمد بلوه الرابي هيقدر ينقله من خلال افتتاحه الجناح المصر العالمي لا انا بالعكس انا مش شايف ان مجهود شخصي انا شايف ان هي لازالت مؤسسة اهلية او جماعيات او احزاب يجب ان انا ننقف وراء موضوع واحد الان لان هو ده هيكون يعني العائد بتاعه جاهز وموجود وهيكون سريع لكن انت عشان تبتدي تعمل استثمرات وتبتدي تبني مصانع تحتاج الى طاقة وعندك مشاكل في الطاقة يعني دي كلها هتاخد وقت الحاجات دي تطويلة الاجل لكن ايه هو العائد السريع اللي ممكن نضمنه بسرعة جدا هو عائد صناعة السياحة وبالتالي انا اعتقد ان الجهد بتاعنا النهاردة كل المشاركين في هذا الوفد هو جهد يعني وطني من اجل دفع عجلة التنمية في مصر وتأييد صناعة السياحة ودعمها في الفترة القادمة اللي هي ان شاء الله هتكون يعني بمثابة بارقة الامل من نسبة لهذا الشعب اخيرا حتى لا اغطير على سيدكم ما ينفعش بمعايا سيد السفير محمد العربي وما اسألوش عن نقطتين اولا زيارة الدكتور حازم بيبلاو للسعودية التي تتبعها الزيارة المزمعة للرئيس اوباما رئيس الامريكا للمملكة العربية للسعودية طبعا الآن زيارة الرئيس الوزراء كانت زيارة هامة جدا في توقيت برضو هامة جدا زي ما قلنا مصر استقرت على الدستور الآن داخلينا على الاستعقاق الثاني لقوانتخبات الرئيسة الدعم العربي مهم جدا لمصر في الفترة القادمة ان شاء الله هيكون دعم بشكل مؤقت مش هيكون دعم دائم لان احنا يجب انها نقف على يعني احنا لنقوم بدعم بلدنا وناضطها وبالتالي انا اعتقد ان زيارة اسست العلاقة الاستراتيجية طويلة الامد زيارة اوباما ممكن اوي هيكون فيها اوباما خسر ارض كثيرة جدا في المنطقة العربية وبيخسر وسياسته في الشرق الاوسط اصبحت فاقدة للمصدقية بتاعتها هو بيحاول استعدتها مرة اخرى هيكون فيه تطمئنة من ناحية علاقته الجديدة بايران هيكون فيه محاولة ضغطي ممكن على المملكة العربية السعودية ان هي تخفف شوية من وقفها مع مصر كالاندية وهذا خط استراتيجي المملكة بتتبعه الان اعتقد ان المملكة مش هتستمع اليه على الاطلاق بالنسبة من موضوع مصر ومحاولاته اللي هو لتخفيف وطء اقترابه من ايران على المملكة العربية السعودية ده يكون مرجع المملكة وتقدرها ونظرتها للامور وبالتالي احنا مش هنتدخل فيها لكن انا اعتقد ان المصر والسعودية اصبحوا الان هما الركن الاساسي في الاستراتيجية العربية التي يعني تدرك تماما ان مصدقات الولايات المتحدة الامريكية اصبحت في تدهور في هذه المنطقة وبالتالي يجب على الدول العربية انها تعتمد على بعضها البعض وانها تقف مع بعضها البعض وانها تحارب الالهاب مع بعضها البعض ايضا وان مصر هي العمود الاساسي او الركن الاساسي في الاستراتيجية العربية وفي القوة الذاتية العربية هل التشتيت الزهني للسياسة الامريكية في المقابل المبينة التوافق بين ايران وتركيا واللجوء للسعودية وده قمة التناقض هل ده يؤدي اخيرا لتحقيق الحلم العربي وهو الوحدة العربية؟ يعني فيه بوادر يعني الاسف في العالم العربي فيه تناقض فيه بوادر الاقتراب وتكاتف واستفاف من بعض الدول وفيه دول اخرى بتلعب دول التفريقة وهو ده المطلوب من يعني كاستراتيجية عربية انهم بيستعملوا بعض الدول كأدوات للتفتيت وفيه ايضا احساس استراتيجي عال جدا دلوقتي في المنطقة العربية للتجمع والاتحاد فمن اللي هيفوز من المعسكرين اعتقد المعسكر اللي هو بيضم مصر والسعودية والامارات والكويت هو ده الجانب الاقوى في هذه المواعدلة مهما كانت نفوز للولايات المتحدة على بعض الدول العربية اللي بتحاول تفتيت هذه الوحدة انا اعتقد انهم هيكونوا في صفوف الخاسرين ومن المؤكد ان الشعوب العربية هتقف دعامة ايضا للتوجه الخاص اللي بتحمله مصر والسعودية ودولة الامارات والكويت وسلطانة عمان والاغلبية العظم الدول العربية الحقيقة انا اعتقد انه الشعوب العربية هتقف دعامة لهذا التوجه وهيكون الاخرين هم الخاسرين ان شاء الله مع الوزير اخيرا اخر سؤال وهو موقف مصر وهو الاتهام الموجه للسياسة المصرية من قطر مكرنة بموقف مصر من تركيا لا موقف مصر هو موقف يعني اقول لك ايه لا رجع فيه ولا انكسار ولا تراجع ولا انحناء الشعب المصري يعني انا عايز اقول لك حاجة حضرة بمثل زيارتنا السنة اللي فاتت لهذه الدولة وزيارتنا السنة دي السنة دي السنة دي كنا في ظل حكم محمد مرسي وشفت انت كان في كده نوع من يعني الفطور في العلاقة معانا وفي الاستقبال وكلام من شوف السنة دي الفرق عشان كده انا بقول للناس كلها محدش ينسى فترة هذه السنة الاضاء محمد مرسي وحكم مصر عشان نقدر ما فعله الشعب المصري يوم 36 والقوات المسالحة المصرية وبالتالي انا اعتقد ان احنا هنسير في هذا الاتجاه هفي مصائب قادمة وفي تحديات وفي استمرار المؤامرات وفي يمكن يكون في محاولات امريكية واربية واستراتيجية جديدة لتحويل ما جرى في العالم العربي بعد وكادة مصر في فترة الماضية الى يعني استراتيجية في صالح الغرب كل ده انا اعتقد انه هو نهايته يعني الى فشل بالنسبة للغرب والاستراتيجية الغربية وعليهم انهم يدركوا ان فيه واقع جديد على الارض في مصر الان ويجب قبوله وهو ده الفايصل شعب المصري قال قوله الفصل في هذا الموضوع وانتهى الامر خلاص وبالتالي انا اعتقد انه انه الفترة الجاية هيكون فيها بعض المصاب وبعض التحديات وبعض الضغوط من الغرب وبالذات مع اعملية الترشح للرئاسة القادمة ولكن في النهاية بعد انتهاء واختيار الشعب المصري لرئيسه انا اعتقد ان امور هتبدأ في الاستقرار والامور هتسير في اتجاه ان الدول العربية فانا هتقف وقفة قوية جدا خلف التطلعات المصرية والامال المصرية وان شاء الله هتمشي الامور بشكل جيد بس اهم حاجة ان احنا اقتصاديا نستطيع ان احنا نتجاوب مع كل هذه الاحداث ويعني نشحز الهمم شوية في مصر بحيث ان الامور تسير الى الامام هل ننتظر اخيرا هل ننتظر قرار قريب بالنسبة لقطر ولا في فكر معين واستراتيجية معانا لدى الخارجية المصرية لا الخارجية المصرية بس انا اعجز اقول دايما وبقولها انه لا يمكن يعني طبعا رأي العام في الشرع مقدر ومحترم ولكن الخارجية هي اللي بتقدر تقيس الامور بشكل اكثر دقة وفي مصلحة يعني مصلحة هذا الوطن وبالتالي انا اقايت تماما كل الخطوات اللي بتاخدها الخارجية بالنسبة لقطر حتى الان لكن انا اقدر اكد لك ان في تغير حصل في سياسة الخارجية المصرية ناحية قطر اه في الفترة الماضية انك بقالها ثلاثة اربعة ايام في تصراحات اه الوزير نبيل فهمي والمتحدث الرسمي ايضا ورئيس الوزراء اه انا اعتقد ان قطر بدأت تخسر ارض يعني كبيرة حتى داخل مجلس التعاون الخليجي ويجب انها تراجع سياسيتها بسرعة اه وبالتالي انا اعتقد انها ماشين صح مع قطر وفي النهاية قطر يعني اذا ثبت انها بتلعب الدور اللي هو المخرب للعالم العربي انا اعتقد ان العالم العربي كله يجب ان هو يقف وقفة حاسمة مع هذه الدولة في ظل جامعات الدور العربية وفي اطارها اشكر حتاك لازلقاء شكرا 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 اشتركوا في القناة